بذكر الأزواج، العلاقة العاطفية والشغف المتبادل بين الزوجين من أهم عوامل نجاح واستمرار الزواج إلا أن العديد من الأزواج يواجهون تحديات تؤدي إلى فقدانهما وخفوت الحب حيث تتحول الحياة الزوجية إلى روتين ممل فما هي الأسباب وراء وصول كثير من العلاقات الزوجية إلى هذه المرحلة؟ وما أثر ذلك على الزوجين والعائلة؟ وما هي الحلول المقترحة لإعادة إحياء الحب والشغف في العلاقة الزوجية؟ هذه الأسئلة وغيرها من ناقشها ونناقش إجابتها مع الاستشارية التربوية وأيضا النفسية الدكتورة نسيبة جلال هنا معنا في ديوان بلقيسي سعد مساكي حياك الله سعد مساككم أهلا وسهلا حياك الله دكتورة يمكن موضوع شوي حساس ولكنه يمس الأسرة بالأخير أنت عرفة دكتورة تمر العلاقات بمنعطفات ومراحل تجعل الحب بين مشاعر متنقلة ما بين الدروة إلى تلاشي هذه المشاعر أو خفوتها فما هي العلامات الأولى التي تشير إلى انطفاء شعلة الحب هذه الكبيرة بين الأزواج؟ والدخول خلينا نقول في مرحلة الروتين بداية لا بد أن نؤكد فنقول أن نجاح العلاقة الزوجية هي مسؤولية كل الشركات نعم كل الشركين مسؤولين عنها وأيضا استمرار الحب بين الزوجين في العلاقة الزوجية مهم لاستمرارها الآن ينطفئ الحب تدريجيا بين الزوجين بسبب أن بعض الأزواج يفقد الاهتمام تدريجيا بالشريك الآخر فبالتالي نجد أن هذا الشريك لا يقضي الوقت الكافي مع شريكه فبالتالي يفقد لغة الحوار المهمة لاستمرار العلاقة الزوجية الآن كما قلت مسبقا أن الحياة الزوجية فيها يمر فيها الزوجين بالكثير من المشكلات والتحديات والصعوبات حتى يستطيع الزوجين تجاوز هذه المرحلة هم بحاجة إلى لغة الحوار عندما تتوقف لغة الحوار يقل هذا الاهتمام تدريجيا أيضا نجد أن بعض الأزواج يكون بينهم انسجام في مرحلة ما قبل الزواج يفقد هذا الانسجام تدريجيا في الحياة الزوجية وتدخل العلاقة الزوجية في مرحلة التوتر والقلق بسبب طبعا أساسي وهو توقف لغة الحوار المهمة لعلاج الكثير من المشكلات بينهما أيضا نجد أن بعض الأزواج يزهد في العلاقة الحميمية والحقيقة أن نجاح الزواج أساسا يقوم على العلاقة الحميمية لأن هذه العلاقة مهمة لإدخال السعادة إلى قلب الشريك فبالتالي الزهد في هذه العلاقة مؤشر خطر أيضا نجد أن بعض الأزواج تتوقف لديه الغيرة نحو شريكه والغيرة هي علامة من علامات الحب ويشعر فيها الشريك بأنه محبوب ومطلوب من شريكه فبالتالي عندما يتوقف شعور الغيرة لدى الشريك تدخل العلاقة الزوجية بمرحلة انتفاء هذا الحب للأسف يمكن فيه مفاهيم مغلوطة عن العلاقة الزوجية الديناميكية التي تصير في هذه العلاقة هي ليس حالة مستمرة طوال الوقت بنفس الرتم وبنفس الحب في كل الأوقات وطول السنة أكيد هي تمر بمراحل لكن في مؤثرات خارجية هي تسبب هذه الانخفات والخفوط هذه المشاعر كيف تؤثر هذه الضغوط الاقتصادية أحيانا الضغوط اجتماعية وبعض المشكلات في هذا الفطور الذي يحصل في العلاقة صحيح كما قلت سمية هناك العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر أحيانا على العلاقة الزوجية فمن ضمنها مثلا المؤثرات الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن بأجمعه الجانب الاقتصادي له أثر كبير جدا في نجاح العلاقة الزوجية كون العلاقة الزوجية تلبي الحاجات المختلفة ومنها الحاجات الاقتصادية للأسرة فنجد مثلا أحيانا الزوج لديه راتب معين المرأة لديها رغبة كبيرة جدا في الشراء عندما لا يتم هناك توافق بين الزوجين في كيفية استمرار الشهر بشكل صحيح بما يناسب هذا الوضع الاقتصادي للزوج تحدث مشكلات عديدة بين الزوجين أيضا العوامل السياسية التي نعيشها الآن الحروب الموجودة في مختلف البلاد العربية أوجدت مفاهيم خاطئة في المجتمع فللهرب من الحرب والفقر الذي عيشه مجتمعنا العربي الآن نجد أن هناك مفهوم تزويج القاصرات قد ظهر لدينا فتزويج القاصرات هو في الحقيقة مفهوم خاطئ للخلاص من الفقر نحن ندخل في دائرة أعمق لهذا الفقر هذه المراهقة التي لم يكتمل نطجها العاطفي والاجتماعي بعد نجد أنها تعطى الكثير من المسؤولات التي لا تستطيع أن تقوم بها أيضا ظهر مفهوم هجرة الزوج إلى بلاد أخرى بعيدا عن زوجته للحصول على حياة أفضل فنجد الكثير من الأزواج الآن يهاجر الزوج إلى بلاد أوروبا ليحاول لمش شمل الأسرة التي تمر أحيانا خمس سنوات وأكثر إلى أن يستطيع لم هذه الأسرة هذه الفترة الطويلة التي تقضيها الزوجة والزوج بعيدين عن بعضهم البعض تسبب الكثير من المشكلات هناك أيضا الظروف الأسرية أو العائلية من الأسباب التي تؤثر سلبا على الزواج كأن يعيش الزوجين في البداية في بيت العائلة الكبير وبيت العائلة الكبير حقيقة يواجه الكثير من الصعوبات خاصة في وقتنا الحالي حيث هناك أيضا مثلا الأسرة المسيطرة التي تحاول أن تفرض مفاهيم معينة على هؤلاء الأزواج ولا تقبل أحيانا بالأخطاء التي يمر بها الزوجين فتسبب قلق وضغوط لهؤلاء الأزواج أضاف إلى أن إعدام الخصوصية لما تكون البيوت هذه مشتركة طيب دكتورة الآن نقيل الأطفال وجود الأطفال في الأسرة يجعل الأسرة هذه تنتعش وتزدهر لكن هناك بعض الأشخاص يشوفوا أنه مع وجود الأطفال والإنقاب هم سبب من الأسباب التي تقعل العلاقة الزوجية وتقعل هناك فقوة بين الزوج والزوجة برغم أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا فما رأيك بهذا الرأي؟ طبعا صحيح وجود الأطفال مهم في الحياة الزوجية لاستمرارها ومعظم الأزواج يحلموا بحضور الطفل ويعدون له ويحاولوا انتظاره ليفاجأوا عندما يحضر هذا الطفل بأن هذا الطفل هو في الحقيقة كم هائل من المسؤوليات ربما لم يعدوا له مسبقا وخاصة إذا ما كانت الأم أحيانا عاملة فبالتالي نجد أن هذه المسؤوليات تصبح كبيرة جدا وعميقة خاصة على الأم العاملة إذا لم تتلقى دعم مناسب من الأب فنجد أنهم الآن قد بدأوا بالدخول في مشكلات عديدة وصراعات عديدة فيما بينهم هذا الطفل الذي كان يتوقع أن يدخل السعادة إلى هذه الحياة أصبح هذا الطفل أحيانا سبب للنزاع فيما بينهم لكن هذا الشعور طبيعي هذا طبيعي إذا كان الزوجين قد عدوا مسبقا لأن هذه الحياة الحقيقية وليست التي كانوا يحلموا بها الجميع يتمنى الطفل ولكن حقيقة وجود طفل في البيت يعني الكثير من المسؤوليات الملقاة على عاطق كل الشريكين والحياة تتغير يعني فتتغير الحياة كليا لكل الطرفين بعد حضور هذا الضيف العزيز ولكن كيفية نظر كل الزوجين لهذا الطفل واستعدادهما لحمل هذه المسؤولية هي في الحقيقة مسؤولية مشتركة عندما يلقي مثلا الزوج كل المسؤولية على المرأة في هذه الحالة تظهر مشكلات عديدة الأم هي بحاجة بالفعل إلى دعم حقيقي قد تترك أحيانا الأم عملها أو دراستها من أجل هذا الطفل فبالتالي هي بحاجة إلى دعم حقيقي حتى تستطيع الاستمرار في هذه الحياة ومواجهة هذه الصعوبات التي تتعرض لها خصوصا مع الطفل الأول يعني الأم فعليا تحتاج وجود الزوج وقالبها نفسيا وكذلك لدعمها ومساعدتها للطفل أنه في بعض الأزواج يقولك لا أنا كنت أحلم بالحياة الرومانسية وشعار في أنه بدأت تنقلب حياتي رأسا إلى عقب ويهرب من البيت يعني نعم هي حقيقة هذه نسميها توقعات غير الواقعية أو التوقعات الكمالية الشريك يحلم بأن الحياة هي عبارة عن سلسلة من الأوقات السعيدة والذكريات الجميلة التي سيقضيها ولكن الواقع الحقيقي غير ذلك عندما يدخل في المسؤوليات سيواجه بهذا الشكل ولا يستطيع أن يواجه هذا الوضع بالتالي نجد الآن الكثير من الدورات للشباب المقبلين على الزوجات تهيئهم هذا الشيء هي تهيئهم لحمل المسؤولية تحمل المسؤولية ليست سهلة والحياة ليست دائما وردية إنما هناك الكثير من الصعوبات والمشكلات التي بحاجة كل الزوجين إلى التمسك بيد بعض بعض حتى يستطيعوا تجاوزها طيب لو تكلمنا على الظروف التي ذكرتها أحيانا تكون في تحديات خارجية يواجهها الأزواج تؤدي إلى فطور العلاقة لكن لو درسنا المؤشرات أو العلامات التي توضح أن هناك خطر في هذه العلاقة إيش هي هذه العلامات التي فعلا توضح أن هناك فطور وأن هذه العلاقة يمكن أن تتعرض لبعض المشاكل والخطر الكبير ما هي هذه المؤشرات التي تدل على وجود فطور في العلاقة؟ صحيح أهم هذه المؤشرات سمية نقول منها انشغال أحد الشركين عن تلبية الاحتياجات العاطفية أو النفسية للشريك الآخر بعض الأزواج نجد أنهم ينشغلوا سواء بالعمل أو بالأطفال أو أحيانا مع الأصدقاء يقضي الكثير من الوقت مع الأصدقاء ولا يقضي الوقت مع الشريك فبالتالي هنا تظهر مشكلات عديدة في هذه الأسرة كون هؤلاء الزوجين لا يقضوا وقت مع بعضهم البعض فتظهر مشكلاتهم أيضا هناك مشكلة عدم الرغبة بالعلاقة الحميمية نحن قلنا أن أساس العلاقة الزوجية الناجحة هي الرغبة بالعلاقة الحميمية وهذا يظهر من خلال الاهتمام بالمظهر الخارجي نحن الآن نعيش في عالم تكنولوجي كل الشركين يواجهوا الكثير من المغريات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم يعمد كل شخص من الشريك على إبراز أهم النقاط الجمالية الموجودة فيه فهو يعتبر في مرحلة خطر حقيقية أيضا أحيانا نجد أن الشكوى للآخرين عن المشكلات التي تعترض هذه الحياة تسمى بانزعاج للطرف الآخر حقيقة من الأسباب المؤدية إلى فشل العلاقة الزوجية عندما يعمد شريك على نشر أسرار الشريك الآخر سواء للأهل أو أحيانا للأصدقاء فهذا يسبب غضب الشريك الآخر ويسبب نفور من هذا العلاقة القائمة بينهما طيب دكتورة بما أننا تكلمنا عن هذا الأمر وشوفنا العلامات والأسباب نقل الآن كيف ممكن نرجع لهذه العلاقة الشغف والشعلة الأولية للعلاقة التي مرت بمرحلة الفتور ممكن نقول أيضا وديان أن الكثير من العلاقات خاصة عندما تمر سنوات عليها ممكن أن تمر بمرحلة من الانطفاء لشزوة الحب ولكن في الحقيقة أحيانا استراتيجيات بسيطة يمكن أن تعيد هذا الحب هو كونه موجود ولكن أحيانا يعني يمر بمرحلة صعبة لذلك الحرص على القضاء وقت مفيد مع الشريك حتى ولو كان هذا الوقت هو فقط عشر دقائق يوميا تخصيص وقت للجلوس مع الشريك تناول القهوة معه محاولة إجراء حوار إيجابي يعني هذا الحوار طبعا لا يتضمن مشكلات الأسرة والأطفال واوة وإنما نتحدث فيه عن حاديث لطيفة محببة لكل الزوجين أيضا التحدث عن الأحلام المستقبلية والأهداف الحياة حقيقة تصبح أحلى عندما تكون لدينا أهداف جميلة نحاول أن نبنيها مع بعضنا البعض ونحاول أن نمضي بتحقيقها فيما بيننا أيضا من خلال مشاركة الشريك الهوايات المختلفة وخاصة مثلا الهواية الرياضة المشي مع الشريك السباحة أحيانا التخييم حقيقة الذهاب إلى الغابات وقضاء وقت في التخييم مع الشريك نحن نصنع ذكرياتنا الجميلة فبالتالي كلما كانت هذه الذكريات جميلة كلما كنا أقرب إلى بعض أيضا المحافظة على الأسرار دائما الزوجين لديهم أسرار معينة لا يرغب أي شخص أن تفشى هذه الأسرار للآخر نعم الآن نجد الكثير من الأسر أو الشابات يجلسنا يتحدثنا عن أسرارهن بشكل مفضوع وروبات الواتساب والفيسبوك وهذه الأسرار للأسف أحيانا تظهر وتفضح فبالتالي تدمر أحيانا بعض العائلات من خلال إفشاء هذه الأسرار أيضا نحاول دائما عدم البحث عن الكمال في الآخر لا يوجد شخص كامل وإنما التركيز على نقاط القوة الموجودة لدى الشريك وأيضا لا بد من أن نقدر ما يصنعه الشريك كل الشريكين يحاول أن يعطي أفضل ما عنده للشريك ولكن عندما تكون التوقعات عالية وكمالية لا نستطيع أن ننظر إلى ما يقدمه الشريك رغم أن بعض الأحيان بعض الأزواج يبذل المستحيل لإنجاح هذه العلاقة وعندما تكون لدى الشريك الآخر قناعة ينظر بقناعة إلى ما يقدمه الشريك الآخر ستنجح هذه الحياة وتزدهر ونجد أن بعض الأزواج كانوا في حالة بسيطة والآن أصبحوا في مرحلة عالية لأنهم اقتنعوا بما لديهم وكانت لديهم قناعة معينة استطاعوا من خلال هذه القناعة تأسيس حياة إيجابية ذكرتني بواحدة كانت تقول دائما زوجي لما يجلس بالبيت ما يجلس معايا على طول يلعب بلاستيشن وينساني ولكنه موجودة وقلست فترة تشتكي تشتكي بعدا فكرت قاتل ما فيش فايدة من الشكوى فبدأت تتعلم البلاستيشن وأصبحت يوميا تلعب هي وزوجها بلاستيشن ليس خطأ وأصبح فيه نوع من الكواليتي تايم ما بينهم صحيح وقت محدد أقضيه مع الزوج بهواية جميلة معينة أستطيع أن أشارك فيها ذكريات جميلة طيب نأتي إلى دور الاستشارة الخارجية وطلب المساعدة في انتشار العلاقة ما هو الدور اللي فعلا ممكن تعملوا هذه الاستشارات في مساعدة بعض الأزواج للخروج من الملل والروتين بعض الأزواج بالفعل يمروا بوضع صعب وهم بحاجة إلى المرشد الأسري كي يستطيعوا الخروج من دائرة الروتين أو أحيانا فشل إقامة علاقة ناجحة فيما بينها مرغم أن يكون هناك توافق بينهم فبالتالي دور المرشد الأسري دائما هو إيجاد التوافق المفقود بين هؤلاء الزوجين فيركز دائما المرشد على محاولة تصحيح العلاقة الموجودة بين الزوجين من خلال توجيههم إلى حل مشاكلهم بطريقة إيجابية حقيقة بعض الأزواج تكون بينهم مشكلات بسيطة ولكنهم لا يحاولوا حلها فتتفاقم هذه المشكلات لا يعرفوا كيف يحلونها لذلك البحث عن البدائل الحقيقية لمحاولة حل المشكلات بطريقة إيجابية أحيانا يساعدهم المرشد الأسري في حل هذه المشكلات بطريقة صحيحة من خلال أيضا تطوير مهاراتهم في التواصل الآن العالم الذي نعيش فيه تصبح مهارات التواصل مفقودة بين الجميع وليس فقط بين الزوجين بناء علاقة التواصل الإيجابية سواء بين الزوجين أو بين جميع أفراد الأسرة مهمة حتى تنجح هذه العلاقات الأسرية بشكل جميل أيضا التركيز على أهمية الإصغاء للآخر يعني أحيانا حل المشكلة يكون فقط بتعليم الأزواج الإصغاء إلى مشكلات الآخر هم يحلوا مشاكلهم لوحدهم ولكن الجلوس والإصغاء إلى الآخر ومحاولة فهم الآخر وفهم شخصيته مهمة للشريك أيضا عدم محاولة تغيير الشريك حقيقة عندما يكون لدى الشريك هدف بتغيير شريكه يفشل غالبا في تغيير الشريك ولكن التركيز على تغيير الذات بشكل إيجابي كل شخص فينا مطالب بأن يغير شخصيته بشكل إيجابي نحو الأفضل حتى يستطيع التكيف في هذا العالم المتغير الذي نعيش فيه هو حقيقة كل شخص فينا عندما يغير شخصيته للأفضل يستطيع أن ينجح ليس فقط في المجال الأسري وإنما في جميع المجالات الأخرى كوننا نعيش في عالم الآن متغير فنحن أيضا مطالبين بأن نغير شخصيتنا للأفضل والجميل والإيجابي أن من يتعب شوية يكافأ كثيرا يتعب في البداية على بعض العادات أو السلوكيات أو بعض الأشياء أو الاختلافات التي تدخلها في هذه الحياة يكافأ فيها بعدها بالاستقرار والراحة شكرا أن وجودك معنا دكتورة نسي بجرال تغطية هذا الموضوع لنتمنى فعلا أن يكون أفاد الجمهور يعطيك ألف عافية شكرا أهلا وسهلا